ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية تعرفون فيلم تينت؟ من ما يعرف فيلم تينت؟ وقت ما كان كريستفر نولن يعني قاعد يجهز لصناعة بعض اهم المشاهد في هذا الفيلم قالوا له فريق الانتاج اسمع يا ابو نولن احنا حنجيب لك فريق CGI او مؤثرات بصرية يرسمون لك طيارة بشكل جدا حقيقي ولا فيها اي شي يدل انها رسمة قالوا يا جماعة لا شوفونا شوفونا طريقة نبغى نخلي المشهد مشهد الطيارة يمكن كلكم معرفين مشهد الطيارة مشهد الطيارة هذاك اللي تدخل وتنفجر كذا في مكان نبغى يكون حقيقي قد ما نقدر قالوا له طيب الله يعين خلينا نشوف مرة الايام واثناء ما كان فريق الانتاج يتجول في احد المدن لقيوا انه في مقبرة كبيرة مليانة طائرات مقبرة طائرات يسموها الطائرات العطلانة اللي خلاص منتهي صلاحيتها يرمونها في هذاك المكان قالوا فريق الانتاج باس باس عمو نولان حينبسط على فكرة اننا نشتري طيارة من المقبرة هذي ونسويها في هذا الفيلم وبالفعل كلموا كريستفور نولان قالوا لشوف لقينا مقبرة الطائرات بنشتري منها طيارة قال لهم دوسوا انطلقوا جيبوه لنا الطيارة يا حبيبي طالما انه ما في سي جي آي كريستفور نولان يكره امه السي جي آي وبالفعل اشتروا الطيارة سووا المشهد صدموها وانفجرت من مرة واحدة ايام ذاك تعيد المشهد اذا انفجرت الطيارة انفجرت خلاص هتصلحها والجمهورة الان قاعدين يتونسون على عمو نولان يقولون اللي ما تعرفونه يمكن عن كريستفور نولان او ممكن معظمكم يعرف هذا المعلومة انه ما يحب يستخدم مؤثرات بصرية كثير في فلامه مشهد سيارة تنقلب يقلب سيارة حقيقية مشهد مبنى ينفجر يفجر مبنى حقيقي مشهد طيار الطيح قد ما يقدر يبعد عن المؤثرات البصرية الجمهورة الحين قاعد يطاقطق ويتونس عليه يقولوا طيب ايش بيسوي الحين في فيلم اوبنهايمر بحكم انه الفيلم يتكلم عن القنبلة الذرية والقنبلة النووية لا يكون ناوي يجيب اذن وموافقة انهم يفجروا قنبلة النووية في مكان ما ولا يشوفوا كريستفور نولان لو لقي طريقة ترح يسويها ما بيقول لا يعني هو بنفسه قد ما يقول لا طالما انه ما رح تضر مكان نروح كذا في مكان اوبن سبيس وانفجر امه القنبلة النووية لاش لا اذا في فرصة الكريستفور نولان ترى ما رح يقول لا عموما يلا خلونا نخش على اخبار هذا الاسبوع شاركولي في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس تنبيهات على طريقكم واضغطوا على زر اللايك لو اعجبكم الفيديو لانه اكثر شي ممكن تساعدوا فيها القناة غير كذا اربطوا لي حزامكم ويلا بنا نبدأ ونشوفش اخبار هوليوود الكاتب والمخرج العبقري فينيس قيلغن اللي ابتكر لنا عالم بريكينج باد وعالم بيتر كولسول والفوضى الرهيب اللي داخله يعني بحكم انه كذا بيتر كولسول خلاص قرب ينتهي وبنودعه للأبد سألوه في احد اللقات وقالوله هل لك نية انك تطور عمل جديد من عالم بريكينج باد في المستقبل قال لهم والله اشوفه يا جماعة حاليا لا بل انه مفيش اي خطط لتطوير اي عمل مشتق من عالم بريكينج باد كلام كبير يا جماعة ترك كلام كبير الحمد لله انو نتفليكس ما لها سلطة على عالم بريكينج باد ولا كان شفته حلب كان شفنا مسلسل خاص لقاس فرينج وكان شفنا مسلسل خاص لكل شخصية ما الام امها لازمة في المسلسل ياب جود جاب فينس كوليغن ديزني بلس يا جماعة قررت انها ترفع سعر اشتراكاتها يا ابوي المنصة ما لها كم شهر من يوم انطلقت عندنا في الشرق الوسط يشبههم يستعجلين يرفعوا السعر وسعرهم الحالي يا جماعة حوالي ثمانية دولار اي ما يعادل تقريبا 30 ريال سعودي واللي بالمناسبة يعتبر سعر جيد جدا مقابل المحتوى اللي في منصة ديزني بلس اقصد افلامهم القديمة تبع بيكسار وذكرية الطفولة اللي قاعدين نسترجعها داخل المنصة عموما من شهر ديسمبر هذه السنة راح يرتفع سعرها من ثمانية دولار وإلى عشرة دولار في الشهر يعني حوالي اربعين ريال سعودي انا ما اعرف اش سبب رفعهم للسعر بس حرفيا ديزني ترى هذا اسوأ وقت ممكن ترفعوا في اسعارك لانه صراحة ما زال الشعب شوية ما تضايق منكم بالذات الشعب العربي والاسلامي ما الرزع لانين منك تقوم ترفع السعر ايش وعباطة يعني الوضع الليه وتركزوا على محتواكم بعدين ارفعوا اسعاركم على راحة وهذا مش كلامي ترى هذا تعليق معظم الجمهور في السوشال ميديا سواء كعرب كمسلمين او كغرب وغيره اصدومكم اكثر ووريكم انه رفعة السعر هذه ما لها اي 99 لزمة مليون مشترك حول العالم بتعرفوش يعني 150 مليون 150 مليون شخص مشتركين في منصة ديزني بلس بسعر 8 دولار شغل الحسابة وحسب وبتعرف انهم طماعين ويبغوا فلوس فيلم جون ويك الجزء الرابع صرح صناع الفيلم انه راح يكون الفيلم الاطول في افلام السلسلة طيب تعالا يا حبيبي خلينا نشوف مدة اجزاء كل فيلم علشان نخمن كم راح يكون مدة الجزء الرابع هذا الجزء الاول من جون ويك كان مدة ساعة و 44 دقيقة الجزء الثاني كانت مدة ساعتين و دقيقتين الجزء الثالث كانت مدة ساعتين و عشر دقائق يعني الجزء الرابع كان بيكون يا واجيه ما في معلومة رسمية الى الان ولكن بحكم انه اطول فيلم اللي هو الجزء الثالث كانت مدة ساعتين و عشر دقائق الجزء الرابع عادة بيكون ساعتين و نص مشتحيل يوصل ثلاث ساعات يعني ولو وصلوها ثلاث ساعات معرف كيف ممكن يحشو محتوى الفيلم ساعتين ونص مرة جود مرة كويسة ولو كانت أقل برضو أفضل أوسكار آيزيك يا جماعة يقول إن ما عنده مشكلة يرجع يمثل في عالم ستار وورز ولكن بشرط إنه يكون فيه قصة كويسة ومخرج كويس حرفيا هو ما قال قصة كويسة وفيلم كويس قال great story and great director مخرج عظيم وقصة عظيمة ولا يشوف طلباتك صعبة يا أوسكار آيزيك بالذات في الزمن هذا وفي الأيام هذه صعب تلاقي الاثنين ذول يتوافقوا مع بعض مصة عظيمة ومخرج عظيم بس ترى الجمهور مرة ما عنده مشكلة إنك ترجع لعالم ستار وورز ويشوفوك من جديد نزل يا جماعة قبل فترة فيلم بري في صلاة السينما وبعدها فترة قصيرة نزل بجودات رقمية على الإنترنت ولكن الملفت يا جماعة إنه الفيلم هذا حقق مشاهدات جدا جدا عالية على منصة هولو واللي هي الشركة المسؤولة عن إنتاجه منصة هولو منصة زيها زي نتفليكز زي HBO Max زي ديزني بلس ولكنها إيش لسه قليلة الانتشار على كل حال الفيلم هذا صار أعلى الأفلام مشاهدة على منصة هولو أنا صراحة ما تابعت الفيلم ولكن سمعت إنه مرتبط بسلسلة أفلام قديمة أو إنه أحداثه على الأقل تدور حول نفس الشخصية الشريرة أو المخلوق المتوحش هذاك اللي في الفيلم وسألت أحد الخبراء أو خبراء السلسلة هذه من زملائي وقلت له ينفع تابع طيب فيلم بري مباشرة وقال لي إنه أحداث الفيلم هذا تدور قبل أحداث الأفلام القديمة يعني الأفلام القديمة أحداثها بعد هذا الفيلم فيب ما عندك مشكلة تابعه حبيت أن أقول لكم هذه المعلومة لو تحبوا تتابع الفيلم يعني موجود بالجودات الرقمية أو موجود على منصة هولو هذا لو عندك منصة هولو في الدولة اللي أنت فيها علما إنه تقييم فيلم بري إلى تاريخ هذا الفيديو وصل إلى 7 من 10 يشاعي يا جماعة إنه شخصية ووندر وومن اللي قدمتها الممثلة غال قادوت رح تظهر في مجموعة من أعمال دي سي القادمة ولا أدري إذا يقصدون ظهور كذا كضيفة شرف ولا ظهور لها القيمة في كل فيلم أو في كل ظهور تظهره الله أعلم فاكرين فيلم ديستريكت ناين يا جماعة فيلم مرة مجنون نزل سنة 2009 عن مخلوقات فضائية تغزو الأرض وتسوي فوضى ما بعدها فوضى المهم يا جماعة قبل كم يوم صرح بطل الفيلم شارلوت كوبلي أتوقع اسمه كذا وقال إنه فيه جزء جديد حاليا قيد التطوير لهذا الفيلم لو فاكرين نهاية الفيلم الأول في حال أنكم تابعتوه ما راح لقع عليكم لا تخافوا كانت مفتوحة إلى حد ما يعني بها كذا مجال إنهم يسووا جزء ثاني لأنه ما هي سيئة صراحة إنهم يسووا جزء ثاني بالذات إنه الفيلم الأول كان مرة مجنون وقصته مرة مجنونة وفريق العمل اللي كانوا مشرفين عليه مرة رهيبين بس حكاية إنك تنتظر حوالي 15 سنة علشان تنزل جزء ثاني إيش فيه؟ ليه الحركات هذه؟ كانت تنزلوا من بدريا هو عموما لو ما تابعتو فيلم ديستريكت ناين اللي نزل سنة 2009 أحب أقول لكم لايفوتكم مرة رهيب ولكن حطوا في بالكم إنه الكبار فقط فيه مشاهد لكم يعني موقرفة أكثر من إنها مرعبة فيلم سونيك الجزء الثالث وفيلم أفاتار الجزء الثالث هو لسه ما نزل الجزء الثاني بس باقي يعني نقول لكم الأخبار كده من بدريا سونيك الجزء الثالث وأفاتار الجزء الثالث راح ينزلوا في نفس الشهر سنة 2023 وأنا من ناحيتي أتوقع إنه من صالح شركة إنتاج فيلم سونيك الجزء الثالث إنهم يغيرون تاريخ إنتاج الفيلم أو تاريخ صدار الفيلم يا بوي أفاتار انت جاي تحط رازك براس أفاتار إلا لو ناوي تخسر يعني نوي تخسر نزله مع أفاتار يشاع أن الممثلة زازي بيتس في محادثات للانضمام إلى فيلم جوكر الجزء الثاني واللي برضه بدأ الكلام يكثر حول فكرة أنه جزء من الفيلم راح يكون موسيقي غنائي يعني حتيسمع لدي قاقة تغني للجوكر والجوكر يرقص لها وحركات كذين أمزح ما راح تكون بدي الطريقة مدري كيف بتكون بس إيش خلوكم أثقين في توت فيليبس وأرجع وكرر يا جماعة لا تستعجلوا في الحكم ننتظر الفيلم ونحكم بأنفسنا غير كذا جماعة تم الإعلان أنه ميزانية فيلم جوكر الجزء الثاني راح تصل إلى 150 مليون دولار 10 مليون منها راح تروح لليدي قاقة لأنها راح تقدم دور شخصية هارلي كوين و20 مليون دولار منها راح تروح للممثل واكين فينيكس و20 مليون راح تروح للمخرج تود فليبس جيد جاب وارنر بروذرز جيد جاب دي سي الموسم الخامس من مسلسل فارغو قادم ورسميا تم انضمام الممثل جو كيري إلى طاقم المسلسل أنا صراحة تابعت الموسم الأول منه بس وزمان مرة زمان لأنه كل موسم من فارغو يكون قصة مختلفة وأبطال مختلفين بس للأمانة يا جماعة الموسم الأول من فارغو أنا ما أقدر أنسى قدي إيش داك الموسم أطربني مرعب مخيف شخصية المجرم اللي فيه يا ساتر موسم كان جدا فاخر وانصحكم تتابعوه فاكنين فيلم تروبيك ثاندر أحد من أكثر الأفلام الكوميدية والساخرة في تايخ هوليوود المهم يا جماعة أنه كان فيه دور داخل هذا الفيلم لتوم كروز دور مرة تعفى والشخصية هذه انشهر فيها توم كروز بشكل جدا مرعب هذه الفترة وإلى يوما هذا ما زالت تنزل ميمز على شخصية توم كروز في هذا الفيلم عموما يشاع حاليا أن شركة الإنتاج تفكر فيه إنتاج فيلم خاص للشخصية اللي قدمها توم كروز مش أكيد ولا حتى شبه أكيد ما زال كده مجرد كلام وإشاعات تحوم في الأرجاء وفي حال أنكم ما تبعتوا فيلم تروبيك ثاندر تابعوه فيلم كوميدي ساخر إلين خلاص ما خلى سالفة في هوليوود إلا وسخر منها فاكنين لعبة باكمان يا جماعة اللعبة ذي لعبتها مرة زمان لدرجة من يفاكر لعبتها عليه هي كانت أتاري ولا سيغا ولا كمبيوتر العائلة والله مش فاك اللعبة كانت حلوة وترفع أم الضغط في نفس الوقت المهم يا جماعة أنه حاليا فيه فيلم قيدة تطوير لشخصية أو للعبة باكمان وغالبا بيكون أنيميشن ثري دي يعني إذا ما خارب ظني مستحيل يكون فيلم لايف حي إدريس ألبا يا جماعة يقول أنه شغال على مشروع جديد مع دي سي ولو أنت فانز ممتاز لدي سي بتكون عارف أنه إدريس ألبا مثل في فيلم سويسايد سكواد الجزء الثاني وقدم بالتحديد شخصية بلود سبورت شخصية كانت جميلة ورهيبة ومورة على العالم فغالبا إدريس ألبا ممكن يلمح أنه راح يقدم دور خاص لشخصية بلود سبورت سواء فيلم خاص لها أو راح تظهر ضمن مسلسل معين أو فيلم معين وفي تصريح آخر لإدريس ألبا قال يتمنى أنه شخصية بلود سبورت تتواجه راس براس وتتقاتل مع سوبرمان من جدك أنا ما أعرف إش قوة شخصيتك بالضبط لكني شفتها في سويسايد سكواد الثاني بس صدقني لو عطس عليك سوبرمان راح ينهي حياتك وينهي مسيرة شخصية بلود سبورت ففكرة غير جيدة خذ لك باتمان اتضارب مع باتمان شوية حتى أكل عيش معه ممكن هو ينتصر ممكن أنت تنتصر بس يا سوبرمان لا فيلم مينيونز رايز أوف جرو يا جماعة وصلت إراداته إلى حوالي 900 مليون دولار حول العالم دايم وحب أقول لكم يا جماعة أنه توفرت النسخ الرقمية لهذا الفيلم وتقدرون تتابعونه في أي وقت مو شرط في السينما تقدرون تتابعونه في البيت في التلفزيون في اليوال المكان اللي ناسبكم مسلسل خاص لشخصية بينجوين من فيلم دا باتمان وراح يبدأ تصويره خلال شهر فبراير القادم ليش لأ؟ نتعرف على الشخصية أكثر برضو ترى ذا بينجوين عنده مغامرات مارة رهيبة الممثل الدنماركي جيان كارلو الدنماركي ها؟ ياب الدنماركي ايش مشكلتك يعني اللي هو النجم الكبير من مسلسل بريكين باد ومسلسل بيتر كول سول يقولونه يا جماعة أنه مارفل اتصلوا عليه دقوا عليه سلاموا عليكم كيف عالك كوتش تعال نباك في اجتماع وعرضوا عليه دور في عالم مارفل السينماي إلى الآن ما حد عارف إش الدور اللي قدموا لي ياه شرير طيب خارق متحول فضائي إنسان الله أعلم ولكنه لاحق نصرح وقال إنه يتمنى لو إنه يقدر يقدم شخصية بروفيسور اكس والله يشوف يا حبيب القلب أنت ممثل كبير ونحبك ولك معزة خاصة عندنا بس بروفيسور اكس من 22 سنة ونفس الممثل يقدم دور هذه الشخصية فما توقع مارفل كذا ببساطة بتقولك تعالي حبيب إن قالي أنت خلاص ياه تعالي أنت خش بداله لا فما أعتقد أنه مارفل ممكن تخاطر وتأخذ خطوة زي كذا صدقوني أنا متأكد أنهم خبين لدور رياليق فيه إن شاء الله الممثل الرهيب توني دالتن اللي قدم لنا شخصية لالو من مسلسل بريكين بات أو عفوا مسلسل بيتر كولسون يقول يا جماعة أنا خلاص ولا طفشت أنا لازم أقدم دور شخصية طيبة قد ما أقدر أبسوي كذا مجموعة كبيرة من الأعمال أكون فيها إنسان طيب حكاية أني قدمت شخصية لالو سلامنكا القاتل المجرم الخطير وأختفي من عالم هوليوود كذا فترة ومعادة أحد يعرفني إلا بديك الشخصية لا ما يصلح لازم شوية أدوار لطيفة بين فترة وفترة واضح أن الناس يا جماعة لما يشوفوا في الشارع يفقعون أنا شخصيا لو شفت في الشارع بافقع بس تعالوا بالله يخلوني أصدمكم كذا صدمة سريعة وأنا جالس أبحث عن صور لهذا الممثل في الأنترنت فجأت بصورة له من دون شنب صدمت عيشة أهلي أخيلوا أنه هذا نفس الممثل اللي قدم دور لالو سلامنكا دائم عشانا بيغيروا بذال شكل كيف كذا فيلم ثور لوف آند ثندر وصلت إيراداته إلى فترة قريبة إلى حوالي 700 مليون دولار أمريكي مع أنه الفيلم مضروب والكوميديا فيه أكثر من اللازم بل سخيفة إلى حد كبير إلا أنه برضو جاب فلوس زي اللوس شايفين يا مارفل كيف نحبكم؟ شايفين الجمهور كيف يحبكم؟ بالرغم من خياسكم اللي قاعدين تسوه في الفترة الأخيرة؟ هيركزولي شوية ركزولنا قدام في المستقبل لا أعطيكم العافية جوني ديب يا جماعة بعدما رجع إلى عالم الفن السابع بكل قوة وعالم الفن بشكل عام أقصد يعني بعدما فاز في قضية ضد أمبر هيرت وسبق يا جماعة وكان الوجه الدعائي لشركة ديور وتعتبر شركة ديور واحدة من الشركات الكثيرة اللي ما استغنت عن جوني ديب في الفترة اللي كل شركات استغنت عنه كثير شركات استغنت عن جوني ديب فترة محاكمته مع أمبر هيرت على كل حالة جماعة حاليا جوني ديب وقع عقد مع شركة ديور مقابل مليون دولار أمريكي والعقد هذا مش لسنة واحدة لعدة سنوات كل سنة حيشيل منها مليون دولار يستاهل جوني ديب يا جماعة ولا كيف بس لحظة ترى فيه أخبار لسه ما هي واضحة قاعدة تنتشر وسيئة صراحة أخبار سيئة عن جوني ديب أو عن محاكمة جوني ديب وأمبر هيد ما فيه تفاصيل كثير عنها واضحة إلى الآن ولن يقدر ألقى مصادر دقيقة لها ولكن لو فيه أي تفاصيل إضافية راح نناقشها في الحلقات الجاية أنا ما راح أعلقكم كذا وأقهاركم بالخبر المعفن ذا اللي قلته ولكن أخبار سيئة يقولون أنه فيه تسجيلات مزورة أو متلاعب فيها قدموها فريق جوني ديب أثناء المحكمة بلا 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 وما أدري إيش ممكن تكون نتيجة هذه الأخبار إن صح الكلام وطلعت فعلا فيه تلاعب فيه قضية جوني ديب خيلوا تطلع أمبر هيرد في النهاية بريئة يا لا وي المسلسل الخاص بشخصية غروت أو مسلسل آي أم غروت نزل قبل فترة دفعة واحدة على منصة ديزني بلاس وتقدرون تتابعونه متى ما تحبون ولكن أحب أقول لكم يا جماعة أنه ترى المسلسل مرة قصيرة كله على بعض وخمس حلقات وكل حلقة ما تتجاوز مدتها تقريبا الخمس دقائق أو العشر دقائق مسلسل كذا تتابعوا أنت تاكل وأنت قاعد تخلص شغله حاجة مش مهمة حاجة كذا تسليكية ما نعرف ليش سواه صراح ما منه أي فايدة وله مرتبط معالم مارفل بس تشوفون كذا شخصية غروت تسوي مغامرات بسيطة كذا وخفيف وتخلص الحلقة وكل حلقة ما هي مرتبطة في الثانية مسلسل عادي ما له أي لزمة عموما لو تحب تتابعه ترى موجود على الانترنت تقدر تشوفه في أي لحظة ذكرت بعض المصادر أن الجزء الثاني من فيلم ذا باتمان إلى الآن ما تم إعطاؤه الضوء الأخضر ولكن هذا مو معناته أننا ما رح نشوف جزء ثاني من فيلم ذا باتمان معناته أنه الموضوع لسا بعيد شوية يمكن بعد سنة سنتين الله أعلم ولكن جزء ثاني لذا باتمان غالبا رح نشوفه عاجلا أم آجل ويشاعي يا جماعة بحكم أنه دي سي أو وارنر براثرز كنسلت مجموعة أعمال يقولون يقولون ما فيش رسمي إلى الآن يقولون أنه مسلسل دوم باترول ومسلسل تايتنز راح يتم إلغاءهم مش أكيد إلى الآن زي ما قلت لكم إشاعات ولكن هذا الكلام قاعد يحوم في الأرجاء هذه الفترة فاضح أنه شركة وارنر براثرز ناوية تنفض عالم دي سي كده وتعيد بناءه بشكل أرتب من أول وعلى طاري دي سي يا جماعة الحلقة الماضية يا جماعة قلت لكم أنه المثل إزرا ميلر بطل شخصية دفلاش مسوي مشاكل كده وقضايا ولخبطة بل أنه شركة دي سي طردته تماما من بطولة دور دفلاش هيا سمع الكلام قبل كم يوم يا جماعة الولد دخل مكان كده في مدينة ما وراح وسرق مجموعة قوارير مشروبات كحولية كده سرقه وفقع مشروبات كحولية راح سرقه ومشي إليه والدنيا مقلوبة فوق تحت بسبب هذا الخبر الولد هذا جالس يجيب العيد الجمهور كلهم يقولوا يا جماعة وقفوا عند حده خلاص قبل فترة ضرب له ست وبعدها ضرب مدرمين والحين سارق وقبل فترة يتمشى بسلاح منتظرين أنه يقتل أحد يعني ويسوي مصيبة لا وقفوا عند حده من جد عموما على إثر هذه الأخبار قررت وارل بروذرز قرار جدا صارم مكون من ثلاث خيارات شوفي يا إزرا ميلر إما أنك تطلع في مؤتمر صحفي وتشرح الفوضى هذه وتبررها بطريقة ما أو أنه يتم إعادة كتابة دور شخصية The Flash في الفيلم القادم ويتم إلغاؤه يعني يصوروه من جديد ببطل جديد وشخصية جديدة أو يتم إلغاء فكرة فيلم The Flash تماما معاً نبغاها والله يا ولد وانا الناظرز مرة معصبين ذي الأيام ما فيه خسرين عدالة الفيلم 90 مليون معاجبنا يلا برة ما عندهم شغل والله واضح الإدارة الجديدة صارمة جدا تم إطلاق إعلان جديد وأولي للموسم السادس من مسلسل ريك أند مورتي واللي راح نشوف أولى حلقاته في شهر سبتمبر أنا ما نعرف وش وضعكم مع ريك أند مورتي يا جماعة بس للأمان هذا واحد من المسلسلات المفضلة يب انت تشوفه كرتوني بس ترى للكبار فقط مرة رهيب أحبه مرة أحبه الجزء الرابع من سلسلة أفلام كونغ فو باندا يحصل على تاريخ إطلاق رسمي وراح نشوف الجزء الرابع من سلسلة أفلام كونغ فو باندا في سنة 2024 إن الله أحيانا أتوقع هذه السلسلة بالذات كذا كونغ فو باندا لو يحلبوها قد ما يحلبوها الجمهور راح ينبسط قصصهم رهيبة شخصياته رهيبة شخصية كونغ فو باندا بحد ذاته تحفظ مارك رفلو يا جماعة مؤدي شخصية هولك من عالم مارفل صرح كذا تصريح على عالم ستار وورز والفانز بغوا يسووا الأم أمه مشكل إيش التصريح يا وجيه؟ مارك رفلو يا جماعة يقول أن عالم ستار وورز عالم متشابه يعني وكل فيلم هو عبارة عن رحلة مشابهة للي قبلها ولكن عالم مارفل مختلف تماما كل فيلم راح يأخذك في رحلة مختلفة ومشاعر وعاطفة مختلفة أنا والله ما عندي تعليق لن يعرف ستار وورز وفان ستار وورز يا ويلك لو تقول لهم أحا يرسلك دارك فيدر ما تلاقي إلا عند الباب انتبه انتبه لا تحارش ستار وورز فانز مره وختاما يا جماعة مسلسل نتفليكس لوف ديث روبوتس رح يحصل على موسم رابع هذا المسلسل يا جماعة واحد من أغرب المسلسلات اللي ممكن تشوفه هنا أول حاجة حلقاته كل حلقة عنوان مختلف وكل حلقة قصة مختلفة وكل حلقة أسلوب مختلف يعني ممكن تشوف حلقة أنيميشن رسوم متحركة ممكن تشوف حلقة أنيميشن ثلاثية الأبعاد ممكن تشوف حلقة كده بالستوب موشن وبعض الحلقات تكون حلقات تصوير حقيقي بشر طبيعي وأغلب الحلقات في هذا المسلسل تنتهي بنهاية مرة عيسى وجيب الهم غير كده تخيلوا أنه كل حلقة مدتها ما تتجاوز الربع ساعة في حلقات خمس دقائق في حلقات عشر دقائق في حلقات ربع ساعة مسلسل كده بسيط تتابع الحلقة معجبتك سكيب روح لي لبعدها اللي انت تلاقي حلقة تناسبك وغالبا راح تلاقي حلقات كثيرة بتناسبك بس اعمل حسابك قبل ما تتابع مسلسل Love Death and Robot ترى المسلسل للكبار فقط فيه دموية جدا فضيعة وفيه مشاهد جدا غريبة وفيه مشاهد بشكل عام قد لا تناسب جميع المشاهدين وإذا قررت تتابعه تتابعوا لحالك ولا مع ناس انت تمون عليهم شكرا لكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية أخبار هذا الأسبوع لايك للفيديو اللي أعجبكم اشتركوا في القناة وتعالوا تابعوني على المواقع التواصل الاجتماعي كم معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم